موسيقى موسيقى هايكل النهاردة هنعمل بيف ستراجانوف هنجيب تاصل ونحط فيها معلقتين زيت زتون كبار مكعب زبدة اللحمة اللي نستخدمها هتبقى لحمة رفيانة وهنقطعها شرايح يعني السمك بتاعها كده يبقى نص صانتي بكتير عشان تبقى سهلة في السوا هنحطها ونشوحها على الجنبين في التاصر لما تاخد اللون من ناحية نقلبها على الناحية التانية لغاية ما يبقى لونها كده هنطلعها وهنحط لغاية لما نخلص كمية اللحمة اللي عندنا كلها يعني هيبقى لون التاصر غامق كده نتقطع شرايح ويفضل يكون فريش بعد كده هنحط معلقة دقيق كبيرة ونقلبها كويس لحد لما دقيق يختفي هنحط عليهم بعد كده كوبية ونص مرقة يفضل مرقة لحمة بس لو مش موجودة ممكن نستخدم مقعب مرق ندوبه في مية او اي نوع مرقة عندكم المفروض نحط كريمة طاهي معلقتين كريمة طاهي بس انا ما كانش عندي فحطيت معلقتين كبار لبن وبعد كده هنحط معلقتين كبار ساور كريم لو مش متواجد ممكن نبدله بزبادي هنقلبهم كويس هنلاقي الصص بقى سميك شوية غير لما هالتناف الأول علي كده هنحط الملح والفلفل ناوز غيره مسترب الملح والفلفل طبعا حسب الرغب هنضيف اللحمة ونقلبها كويسة شر تدخل في الصص ونسيبها دقيقتين تلاتة كده الملحة لما تتشارب شوية من الصص ويدخل طعم الصص فيها كده تبقى جاهزة وبالفهنة نغرابوها ورديرا يبقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة